السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم يحدد معاد سفره إذا كان ثانية إلى فرنسا أو التوجه إلى أمريكا كمان فيلر بيفاجئ جماهير الأهلي باستعدادات خاصة لمباراة الجونة وفي نفس الوقت مباراة النجم الساحلي أخبار النادي الأهلي مهمة جدا وبتهم جماهيرنا ولكن خلينا خوصا جماهير القلعة الحمراء خلينا قبل ما نبدأ ونتعرف على كل هذه الأخبار في هذا الجزء المخصص لأخبار النادي الأهلي خليني بس أقول لكم لو سمحتوا كلنا نكتب مليون سلامة للكابتن محمود الخطيب ونظل ندعم بالتعليقات وبالكلمات الرقيقة الأسطورة محمود الخطيب ربنا يشفيه ويعفيه من كل مكروه وسوء ألف سلامة يا بيبو وألف سلامة للكابتن محمود الخطيب ربنا ما يورينا أي مكروه في أي حد نحبه ويديم على الجميع الصحة والستر يا رب ويبعد عننا وعنكم شر المرض مهم جدا إن إحنا نقول سلامتك يا بيبو ومهم جدا إن إحنا ندعمه وده بيوصله وبيفرح بيه جدا وبيرفع من معنوياته ووصلا إن الحالة الصحية إلى حد ما مؤلئة وكلام كتير جدا يا ترى عيسافر لفرنسا ولا عيسافر لأمريكا ده عيحدده الكابتن محمود الخطيب خلال الأيام اللي جاية كمان عايزين نتعرف رمضان صبحي في عروض وصلته من الدور الإيطالي ولا ما فيش عروض لسة وصلته من الدور الإيطالي وده كلام إعلام ومواقع وصحافة وكمان نعرف لماذا غضب رمضان صبحي وصرح تصريحه الشهير منذ ساعات لما قال أرجوكم سيبوا الفرصة للعيبة الحالية اللي لعبت في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمصابين اللي عيرجعوا وبلش تتكلموا في مين اللي عيد ضم من الثلاثة الكبار وإدوا الجيل دا حقه وكان كلام مهم جدا من رمضان صبحي وكمان وصلنا إن الكابتن عادل القيعي حصل رسميا على التوقيع الرسمي لمحمود كهربا بعد الضوء الأخضر اللي خدوه من ميستر فيلر المدير الفني اللي فاجئ جماهير الأهلي وبيعمل استعدادات خاصة لمباراة اليونة ومباراة النجمة الساحلي كل الحاجات جي اللي معانا مهمة جدا وتستدعي إن احنا نتكلم فيها بالتفاصيل ونعرف ما يدور داخل القلعة الحمراء كمان ياريت تبعتوني الأسئلة بتاعتكم إذا كنتوا عايزين أي حاجة خاصة بالنادي الأهلي لنعرف متابعين نكتر جدا من الأهلوية المحترمين الأفاضل الأكارم ولو حد عنده أي سؤال يسأل ويتضم إلينا بعد ثواني على طول خبيرنا المتخصص في شؤون النادي الأهلي الصديق العزيز الأستاذ أحمد السيد ابعت لو عندك أي سؤال وما تنساش تكتب سلامتك يا بيبو وربنا يشفيك ويعفيك أستاذ أحمد السيد خبيرنا المتخصص في أخبار الناجي الأهلي اتضم إلينا السلام عليكم يا أبو أحمد أستاذ أحمد خليني أبدأ معاك من صحة الكابتن محمود الخطيب يعني الحمد لله إن شاء الله الكابتن محمود الخطيب بيعود خلال الساعات القادمة بإذن الله إلى مصر يعني بعد رحلة علاجية في فرنسا يعني أكيد إن شاء الله بإذن الله فور وصوله يباني الحالة الصحية بشكل أكثر دقة ولكن وفقا لما علمناه من المقربين له وفقا لما أعلنه النادي الأهلي يعني كابتن محمود الخطيب سوف يعني يخضع لبعض الجلسات علاج الطبيعي خلال تواجده في مصر ثم سيتم تحديد بنوعة سطره مرة أخرى لا إما إلى فرنسا لا إما إلى أمريكا لاستناف جلسات علاج طبيعي منه خاص على منطقة الظهر والحوض يعني للتقليل من الآلام اللي بياشعر بها وربما يتم حقم الظهر كابتن محمود الخطيب يعني مرة أخرى خصوصا بعد تزايد الآلام في الفترة الأخيرة يمكن لكابتن محمود الخطيب يعني مشكلته إنه كان دائماً يلجأ إلى الراحة إلا فيه يعني مؤخراً بعدما تزايدت الآلام من الراحة ثلاثة سابيع لكن الآلام فيه الفترة الأخيرة زادت جداً هو الحالة الصحية الحمد لله أحسن لكن فيه طبعاً آلام فيه ضغط على العصاب زي ما نقولت لحضرتك مع الصراع على حرقة القادمين وده يمكن اللي شرحناه يعني قبلاً وتفصيلاً في اللايف الماضي طيب خليني بس عايز أوضح نقطة مهمة يا أحمد ما تكلمش فيها ناس كتير ولكن عايزين نتكلم فيها بعض الناس يظن أن الكابتن محمود الخطيب بيتعالج على نفقة النادي الأهلي خليني أوضح وأنت برضي تساعدني لو عندك معلومة أن الكابتن محمود الخطيب يقالج على نفقته الشخصية ولا تدفع له إدارة النادي الأهلي ولا يدفع له النادي الأهلي وإن كان ده حق وليس يعني في شيء من العيب أي مليم علشان ده كلام بعض الناس اتكلمته وبعض الناس ألته فإحنا عايزين نرد عليه وأول حد يمكن يطرق هذا الموضوع الكابتن محمود الخطيب وهذه معلومة مؤكدة يعالج على نفقته الشخصية فضل يا حمود يعني أتشك مع حضرتك مليون في المال كابتن محمود الخطيب يقصف فصلا تاما في مثل هذه الأمور يعني ربما أنا أعلم كمان يعني في الخبر فضل إعلامه البعض أن فترة حوالي سنة تقريبا لما أصيب أثناء تواجده في النادي وذهب إلى مستشفى المعلمين وتم إجراء الكشف الطبي عليه وتوقيع بعض الأشعاعات وكلام ده كله قيمة هذا الكشف تم إرسالها إلى النادي لالي كابتن محمود الخطيب خاطب الإبارة المالية في النادي علشان يدفع هو المبلغ من حسابه الخاص لأنه هو بيرى أن مثل هذه الأمور حتى ولو هو تضرر يعني عمله كرئيس مجلس دارة النادي لالي لكن هو بيرى أن طبعا كل الظروف اللي بيمر بيها نفسيا من فت هذا الضغط على العصاب وحتى الضحية كل هذه الأمور هو فقط من يتحملها وماليا هو فقط من يتحملها يعني لا يخلط تماماً مثل هذه الأمور تماماً مع حضرتك تماماً لأن ربما رد بالبعض هذه الأقويل لكن هي أقويل غير صحيحة ومغلوطة تماماً وبحية حضرتك على طرح هذا الموضوع لكن كل كل السفريات الكابتن محمود الخطيب وكل علاجه وكل الفترات منذ يعني مش عايزة أقول حتى منذ قدومه رئيساً لنادي لالي وقبل ذلك يعني كل هذه الأمور يتحملها هو من جيبه الشخصي تماماً ولا يمت للنادي لالي مالياً ولا يرافقه في سفره إلا السيدة المحترمة زوجته يعني حتى بعض الناس زي خالد مرتجي أو المقربين للكابتن محمود الخطيب عندما يصرحون عن الحالة الصحية بناءاً على اتصالات إما مع الكابتن محمود الخطيب أو زوجته وهي دائماً التي ترافقه في رحلاته العلاجية تماماً أتفق مع حضراته تماماً وبحيث يعني مرة تانية ترح هذا الموضوع لأنه ربما دائماً البعض يحاول أن يصطاد في الماء العكر لكن الكابتن محمود الخطيب دائماً يفصل هذه الأمور يمكن أنا أقول حتى لما يعني اشتد عليه المرض وهو موجود في النادي لالي هو برضو رأى أنه هو نفسه يتحمل مادياً فقط كل هذه الأمور فهو يفصل تماماً بنكونه رئيساً للنادي لالي وما بين ألمه الخاص أو مرضه الخاص اللي دائماً هو بيتحمله بمفرده سواء مادياً أو حتى نفسياً وواد كتير بمش حاجة حتى يفسح عن تفاصيل لكن أنا بتذكر الأستاذ شريف واد المتحدث الرسمي وقتاً من الأوقات كان بيقوله مهم أن الجماهير تعرف يعني الألام اللي حضرات بتعاني منها وأن حضراتك مسافة سرحلة علاج هو كان دايماً بيرفض ده لكن كان مهم جداً التوضيح علشان يبقى يتم تبرير غيابه عن النادي خلال الفترات الماضية برضو البعض ردت خلال الساعات الماضية أن كابت محمود الخطير فور عودات من رحلة علاجه في فرنسا ربما يتم الاعتذار عن منصبه أو الأستاذ عمري فروغ هو اللي يتولى الرئاسة خلينا بس ده سؤال تاني بس خليني قبل ما روح له يا أحمد لأن الملف ده مهم جداً خلينا أقول ده الفرق ما بين الإدارة المحترفة والإدارة الهوية أنا معايا فواتير خلي بالكم أقول لكم كلامنا عارفوا معي فواتير ومستندات تفيد أن عندما يحدث شيء في الزمالك لمرتضى أو أمير أو أحمد ولده اللي بيحاسب نادي الزمالك وعندي بعض الأخبار المهمة والكواليس أقولها في حينه يعني مرة أحمد ده مرتضى منصور كان في مول كمبيوتر بيشتري مؤدات اتصل بشريف حسين جدا فعله الفلوس من خزينة نادي الزمالك بل بالأكس ساعات بيتم الحساب على أكله وشربه وأعداد خاصة من نادي الزمالك وانا عارف بقول لكم إيه شالكده تعمدت أن أنا أقول ده كان الناس تعرف الفرق ما بين الإدارتين الفرق ما بين الاحتراف والهواية الفرق ما بين الحقد اللي قوة ده أنه قول الوقت بيسب المحمود الخطيب ويهينه لأن الفوارئ زي ما أنا دايما قلتها وأنا صاحب الصفق فيها مليون سنة ضوئية الفرق شاسع يا سادة وشاسع جدا 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 في الأسليم حتى الإنسانية منها لأن ده الأهل اللي بيتم التعامل معاك كيان والنهية التانية دي الإزبة اللي بتعمل فيها مرتضى منصور إنها ملكية خاصة هو وعيانه فالفرق كبير والفرق شاسع عشان كده التسريبات بتيجي من اللي عنه مكسورة والإشعاعات بتطلع علشانية أنت مش قادر تبزي الأسطورة ده فدول الوقت عايز تدي إيها إنه زيك ولكن الفرق كبير وإن كانت أمور خاصة اتعمت نتكلم فيها وأعمل مقارنة سريعة علشان إيه بالكلام ده يتكتب حتى لو كان من منافس لإني مش وقته وكل ما نتمنى أن ندعو بالشفاء لكل مريض ولا نصيد في الماء العاكب حاجة تانية الزميل المحترم الأستاذ كريم حسن شحاتة اتكلم في الأمس ببرنامجه على القناة الفضائية المصرية كلام في الكورة وقال إن الخطيب لن يخوض الانتخابات القائمة القادمة وإنه سينضم إلى محمود طاهر ضد العمر فاروق تقارير بعيدة كل البعد عن الواقع كلام لا أساس له من الصحة لا وقت ولا زمان ولا مكانه ولا حد فتح هذا الملف بالمرة لا من قريب ولا من بعيد تفضل أو سيد أحمد فاتفت مع حضرتك تماما يعني البعض دايما بيحاول مش عايز أقول يسعى لفرط الفتنة ولكن إحنا دورنا أن نوضح برضو للناس الحقيقة من خلال مصادرنا ومن خلال توابوتنا فمثل هذه المعلامات مغلوطة تماما أيضا معقيل أن كابتن محمود الخطيب صحيا مش هيقدر يستمر في رأس النادي لالي هذا التلام لم يطرح أيضا وكابتن محمود الخطيب يعني يعود بإذن الله يعني بإذن الله يعود في منصبه كرئيسا للنادي لالي وهو يباشر حتى عمله كرئيس النادي لالي هو موجود في فرنسا وبالتالي مثل هذه الأمور مغلوطة تماما تماما يعني ربما يسعى البعض دائما عندما يكون هناك استقرارا وعندما يكون هناك نجاحا وعندما يكون هناك منقشة لميزانية ربما تكونها الأكبر في تاريخ الأنقية المصرية دائما يسعى البعض لمحاولة يهليبوا الترابيزة كده لكن هذا الكلام مرفوض تماما الأهل خلال ساعات عيناقش ميزانية المليار جنيه؟ آآآ بالفعل يعني في اجتماع مجلس اليضارة السابق زي ما حضرك عارف دعا كماء العمومية اللي هتنعقد اليوم 22 نوفمبر يوم الجمعة سيتم منقصة الجمعة والسبت ولا الجمعة بس يا رسول أحمد لا هو جمعة إذا لم يكتمل النصاد القانوني هيكون فيه الاجتماع يوم السبت يعني خلينا نقول يبدأ الاجتماع الأول يوم الجمعة 22 نوفمبر في التنساعة صباحا يعني ما بعد ساعات من الآن بالضبط كده لحد السابع مساء الاجتماع صحيح بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء لليوم الحق في حالة عدم اجتمال النصاد القانوني هيكون الاجتماع يوم السبت برضو توقيع على الكشوف والاجتماع يكون في السابع مساء السبت بحضور 10% أو بحضور 5000 عضو أيهما أقل من عدد الجمعية أو من عدد الأعضاء أيهما أقرب بالضبط كده فلو ما كانتش الجمعة هيبه يوم السبت فيها وهيا الأغلب بتكتمل السبت آه آه بالفعل وخلينا نقول من ظن اللي ما يتم مناقشته يعني اعتماد تقريب مجلس الإدارة واعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية فيه وحساب 2018 لحد 306 2019 ومشروع الموازمة المقترح للعام المالي المقبل طبعاً يعني النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء حاطة الجمعة الأممية علماً بشأن عقود الرعاية بداية من تاريخ مباشرة مجلس الإدارة لاختصاصاته حتى تاريخه وبعد الأمور كمان تقريب مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 306 2019 وأيضاً ما يستجد من أعمال فأعتقد كعادة النادي الآلي دايماً بخاطب جمعياته العمومية اللي لها حق في معرفة كل كبيرة وصغيرة داخل النادي الآلي طيب خلينا سأل سؤال تاني حتى اللحظة اللي أنا بكلمك فيها ولم يدرج في أعمال الجمعية العمومية طلب عضو الجمعية العمومية المحترم المؤقر العضو المعروف والاسم الشهير الدكتور وليد الفيل في المقترحات الجمعية العمومية هذا المقترح الذي تقدم به للإدارة مرتين على التوالي الدكتور وليد الفيل كتب على صفحته منذ ساعات أنه تم تقديم الطلب لمقترح للمرة التانية على التوالي بشأن مناقشة التصالح مع تركة الشيخ وهل التصالح مع المتجر تركة الشيخ خاص بالخطيب كشخص ولا بكيان النادي الأهلي ونوعية هذا التصالح ولماذا أسئلة مشروعة أنا بنقول اللي بيحصل في النادي الأهلي هل لديك تفاصيل يعني حتى وقت خروجنا على الهوى دلوقتي الإدارة لم تدرج مقترح وليد الفيل وآخرين في الجمعية العمومية وليد الفيل بيقول أن عدم اجدراج المقترح لأنه تقدم به مرتين وفي الفترة القانونية كما كتب على صفقته يهدد بأدم صحقة الجمعية العمومية وعدم صحقة العقادها عندك تفاصيل في هذا الشأن؟ أنا عالي سأل أنه كان بيحاول يحصل على بعض التوقعات علشان يبصل لنسبة قانونية معينة لإدراق يعني ملاثه داخل اجتماع مجلس أو داخل الجمعية العمومية لكن أعتقد ربما كان يجب عليه أن الضرحة ده يكون منذ فترة بقى حتى يتم إدراجه في جدول الأعمال اللي أعلنه مجلس إدارة النادي لالي في اجتماعه السابق لأن حضرات عارف الاجتماع مجلس الإدارة أعلن عن جدول الأعمال منذ فترة وبالتالي ربما كان يجب أن يكون هذا التحرك منذ فترة ولكن على العموم يعني اقتراحات مشروعة لكل أعضاء الجمعية العمومية الاستجابة لكل أعضاء الجمعية العمومية طيب نروح لأخبار النادي الأهلي فيلر بيفاجئ جماهير الأهلي باستعدادات خاصة للجونة التفاصيل والسفر إمتى وآخر الاستعدادات يعني خلينا نقول ذلك النراحة الخميس من التدريبات لكن هو بالفعل فيه برنامج خاص محدود بداية من يوم الجمعة في المرام بعد انضمام اللعيبة للدوليين وفيه التعدادات خاصة باكتمال الفريق وبرزو الصفر علشان حضرات كنت سألت خلال ساعات هيكون فيه اجتماع فيه النادي لالي ممكن توصلت مع المخترم كتن سمير عدلي اللي يوم الجمعة سيتم حسم الملف سواء الصفر بطائرة خاصة أو حتى الصفر بطائرة عادية يوم 26 لكن المخترح ان كابتن سمير عدلي وايضا كابتن سادة حفو عبد الحفيز ربما يسافره لتونس يوم 24 نوفمبر الحالي قبل المباراة بخمسة ايام يعني اه وقبل لقاء الجونة كمان ربما كابتن سيد بيختار بس طب يسافر مع كابتن سمير عدلي وما يحضرش لقاء الجونة ولا يحضر لقاء الجونة وما يسافر لكن حسم هذه الامور كلها خلال التعاكل القادمة يعني عرفها في لايف الجمعة كل التفاصيل دي اه بالضبط ماشي اوكي بالضبط انا وعدك لان احنا دايما نحب لما نقول الخبر يقوم بإذن الحمد لله خبر صادق مش مجرد تكاحنات لكن الهدف وفعلا هو راحة الفريق وبالتالي هيصفر الصفر هيكون من الغرباء زي ما قلنا تاني يوم لقاء الجونة على طول يوم 26 الى تونس يمكن النهاردة الترجي اعلن النجم الساحل التونس اعلن رسمان ان خلاص اللقاء في رادس في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في ساد رادس يوم 29 تسعة مساء بالضبط كده ويمكن الخبر الجميل برضو الاهلي النهاردة العميد نحمد مرجان اعلن ان خلاص الاهلي هيواجه فريق الهلال السوداني ودلاتينيوم ستارز فيها البطولة الافريقية بحضور 10 تلافة متفرج في ملعب السلام ده وفقا للخطاب الرسمي اللي طلقاها النادي الاهلي اليوم اليوم الجمعة الموافق 6-12-2019 تونبورات الاهلي والهلال السوداني في التاسعة مساء ويوم السبت 28-12-2019 لالي وثلاثينيوم الزنبابوي برضو الساعة 9 مساء ده بحضور 10 تلاف مشجع في ملعب السلام وهذا تولى شركة تذكرتي باعتذاكر دخول المباريات والشركة الافريقية للامن هتتولى تأمين المباريات فدي حاجة كويسة جدا طبعا بالاضافة لحضور الجماهير ايضا في المباريات التوري العام وان كان جزء منها هيكون تابع لوضارة الشباب ورياضة ويكون تابع لعضاء الجماهية العمومية لكن خلينا نقول فيه بارقة امل ان الاهلي بلعب مبارياته سواء في التوري او في البطولة الافريقية في القاهرة ان الاهلي هيبدأ جماهير وترجع له ويمكن دي الحاجات كالنفسنا تحصل من كاس الأمم الافريقية لكن ربما كاس الأمم الافريقية تحت تلاتة عشرين سنة الخير يجي عليها والمتخب المصري يتوق بالبطولة والجماهير ترجع والحمد لله وصلنا للولمبياد نتمنى يا رب نموت بافضل وافضل بخصوص عودة الجماهير بالنسبة للسريق مروان محصن تأكد جهازيته للقاء الجونة ما فيش اي مشكلة نفس القصة بالنسبة ل اللي زي ما قلت لحضرتك وصيد يعني بجهاز لمباراة المصري للصلاة يوم الثلاثاء الماضي ميستر فيلر مجاهز مع جهاز معاون تدريبات كده معينة هيتم الخوض فيها قبل الصفر للغردقة للقاء الجونة زي ما قلت لحضرتك يعني قد يشهد اغلاق الستائر كالعادة في مثل هذه الامور علشان يكون فيه التدريب على بعض الجمل الفنية للقاء الجونة لان مستر فيلر كمان كت تعليماته ان اللقاء الجونة من المباراة الصعبة ونفري الجونة من الفرق القوية جدا 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 المباراة برضي يوم الاثنين يا احمد صح؟ اه اللقائي هيكون يوم 25 25 دا اعتقد هيكون اه انتخلني زاكرة 25 هايباليوم يوم السلساء سفزي كدة يوم السلساء يوبال زمانك يوم الثنين مع امبي والاهلي 25 الثلاث معجونة الاهلي يكون اه الاهلي يكون يوم 25 25 الثنين عاقب �jos 25 الثنين مش متأكد ما انا بقول لك الاثنين المباراتية لا الاهلي والجونة والزمانك وامبي هو 25 25 طلع 2 3 4 5 خلينا 25 عكا احنا مناش في الايام خلينا في التورير اه الضبط كبه. بس يعني تعالى ما تذكر 23 يكون يوم الاتنين. فنتمنى التوفيق لكل الفرق المصري عودة الدوري العام خلاصة كبيرا للثبت يعني. فنتمنى الدوري العام يرجع من بديد اللي بيمتعنا دايما يعني. خلينا نقول كمان بخصوص عربي بدر لعب الشباب النادي الآلي لان ربما ردت البعض ان عربي بدر لن يسافر مع آآ منتخب الشباب بمنتخب ربيع ياسين. لكن الال يأكد ان اللعب بيزاسة ما فيها اي مشكلة. يعني ربيع ياسين اختار حمزة علاء حارس المرمى وحمد عشر في الظاهير العيسر. وعربي بدر لعب الوسط المدافع. ومحمود صابر الجناح الايمن. والشادي ربوان الجناح العيسر. دول الخميسي اللي اختارهم المتخب الشباب. المتخب كابتن ربيع ياسين. اللي يسافر ان شاء الله تونس بعد غاد السابس علشان يتركوا في تأس الأمم الافريقية. فالأهل موافق على سفر اللاعب. لان البعض رابد ان الالي قد يعتذر عن سفر بعض اللاعبين لحتياجهم يعني مع سراء الشباب. لكن هذا ده الامر يعني غير صحيح. آه تماما. خلينا كمان دمس نختم اخبارنا كمان بالمدال النشر بعض الصور شوية على الموقع رسمي للتطورات الانسائية التي خدثت في فرع مدينة مصر من افتتاح امام السلاحة ومن التوسعات ومن تذكور في مطارب مناطق الاصعيمة والمحالات التي تم استطاعها. ودائما بمجلد قدارة النادي لالي بالثورة الانشائية اللي متبس في فرع الجزيرة لأفمارة فرع مدينة مصر. وايضا كذلك في فرع الشيخ الزايد. وربما خلال الايام القادمة يتم الاعلان عن جديد بتان فرع التجمع الوصول. طيب هناك اقوال ان الكابتن عدل القيء حصل رسميا على توقيع كهرباء. يعني خلينا نقول بس هي الصور اللي تم خلينا نقول حاجة برضو بتؤكد حاجات كتيرة ومستر فيلر المعلن من النادي لالي حتى هذه اللحظة ان مستر فيلر لم يستقر بعد على موضوع كهرباء. لكن مستر فيلر وصله برضو للتاقن فرعة الحفيز وللماثورين في النادي لالي انه هو معجب بالكهرباء وانه هو بيفكر جديا في التراشخ ليه. ربما بس تم نشر الصورة لقهرباء مع المعندس عدلي الطيعي. لكن هو قال ان الصورة قديمة. ولوانس عدل الطيع طلع تكلم وقال ان الصور قديمة. لكن قهرباء يعني وصل مع اعضاء المنتخب الوطني لمصر. وفي مفاوضات رسمية مع النادي لالي ينضمه. كمان سوء لتابتن فرعبد الحفيز في احدى الجامعات كمان حلوان. يعني كان فيه تكريم للنادي لالي بصدور كابتن فرعبد الحفيز وكابتن فلسان عشور وكابتن الفريق. فبعض الحاضرين من الطلاب يعني نادوا بالتعاقب مع كهرباء. فتبتن سيد كان رده ان اللي بيتمسك بالاهلي دايما الاهلي مش بيسيبه. ففي كده مؤشرات وانديكيشن بتؤكد على كرب كهرباء. لكن تلينا لون الرسمي حتى هذه اللحظة. لكن احنا اعلننا وقلنا كهرباء في الاهلي سيبك من الرسمي. بس كده خلاص. انا بقول الرسمي لكن حضرتك بتقول من مصادرك وانا بؤكد هذا الكلام ايضا برضو. انه هناك احنا احنا اتكلمنا في الموضوع ده منذ اسبوعين لما شارك كهرباء في المباراة وتامع المنتخب ولعب راس حربة. يعني اا اكد اقتناعه بامكانات كهرباء وامكانية اللعبة في اكثر من مركز. ده بيداعا كمان تواجده. اا يعني يمكن ملالي بس بيتريس شوية علشان يوسوف اوصل الحلول بعد صابة حمدي فاتفي. لكن القرار متاخد ومتكتب من مدري. فيعني ان شاء الله خلال الساعات كهرباء في دايش. طيب اخر حاجة اسألها لك. رمضان صبحي. فيه كلام على على عروض من ايطاليا. بالفعل كان نادر شاوي وكيل اعماله قال ان فيه ودينيزي الايطالي تحدث معه هو شخصيا. وانا اعلم كمان ان فيه بعض الخروض. هيكشف عنها نادر شاوي بعد انتهى كاس الامم الافريقية. ووصلته رسميا. ربما من ايطاليا وربما من بعض الاندية الاسبانية. لكن هو مش حابب يتكلم فيها دلوقتي حرصا على تركيز اللاعز. دي نهاية كاس الامم الافريقية يعني الجمعة. ففيه عروض رسمية. بعد نهاية البطولة انا عارف انها تصل للنادي الاهي او خلينا نقول ده اتصل اه لفريقه الانجليزي. وده بيصعب اكيد طبعا من امكانية يعني تجديد تعقده او تجديد حتى يعارفه للنادي لالي الموسم القادم. رمضان صبحي قيمة كبيرة جدا جدا. وبان امتوا مع مستر امتوا مع الكابتن شاوي غريب المجيل الفاني لمنتخب الولمبي. الاهي يؤكد حاجة اه قهربة. عفوا الحاجة لرمضان صبحي. ورمضان صبحي اكيد طبعا عمل يعني اولوية للنادي لالي. لكن في حالة اصول عرض مالي مناسب. اكيد نادي الانجليزي واكيد مطلعته اه انه يكون في هذا الملح. لكن حتى هذه لحظة بيش عرض رسمية وصلت لنادي لالي. طيب واحنا بنقول بس اه ما تنسوش يا جماعة اه مليون سلامة للكابتن محمود الخطيب ومليون سلامة لبيبو. خلينا برضي نقول ان شاء الله بازن الله كل المسندة والدعم لمنتخبنا القومي بعد ساعات عيلعب في نهائي افريقيا. ضمننا على المنتخب يا احمد المنتخب الاولمبي بقيادة شوقي غريب. ومن الملعب بقيادة اه 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 الحصول على البطولة الامم الافريقية تحت 23 سنة. يعني كان المؤتمر الصحفي طبعا لحفل الختامي والنهاي البطولة اليوم كابتن شاوي غريب ورمضان سوف يتحدث عن هذا اللقاء. وكابتن شاوي غريب قال احنا بقينا في الثادة الطهيرة منزحالي اربعة تسرة امم افريقيا للكبار. ولكن بإذن الله يعني اجاء اليوم اللي نمحو هذا الحزن بالكتويج بالبطولة الافريقية تحت 23 سنة. قال الانتقادات انا مش بتتكلم عنها انا بتقبل كل الانتقادات وبحاول استفيد منها. وهو قال ان الفريق مستعد جدا لان شاء الله التتويج بانهاء للمباراة تكون صعبة جدا مع مباراة تكون ديبار للفريق المحترمة جدا. وعندها جهاز مواعي جدا. لكن هو عنده ثقة في اللعيبة. عنده ثقة في حضور الجماهير للمساندة. وهال اتمنى دايما ان احنا نحقى خلم المصري. قال ان الهدف من البطولة كان الوصول الولمبياد وهو تحقق. ولكن هناك هدف اخر بيث. هو التتويج بالبطولة في حضور يعني ان شاء الله خفل ختامي يكون اثر من رمضان صبحي كمان. قال ان هو تعاهدنا على عيدة على ضرورة الفوز او على اقل. وكان ليه تصريح غاضب كمان. قال يا جماعة ما حديك تكلم من ايضم من الثلاثة الكبار احترموا هذه اللي ما تحترموا الاساسيين. طبع. انا بستغرب حتى الحديث يعني نستنى حتى لما البطولة تخلص. ما احنا كده احنا كده اه بنفكي وخلاص. طبع. هو حتى لما يوجه ليه لبعض سؤال قال مش مستغرب ان الكابتل محمد صلاح ما نشرش تويته اه مثلا بيثنيه ده ده المنتخب. قال انا فور نهاية المجرد محمد صلاح كلمني انا شخصيا. وقال لي ان كل اللعيبة اتهاني بهذا الانتصار والوصول الى اولمبياد توكيو. يعني اذا يعني اذا محمد صلاح اتصل برمضان ورمضان افصل عن اتصال محمد صلاح به. بالسهل. محمد صلاح كلم رمضان صبفي. وهنا كل العيدة المنتخب وتبادل حديث مع بعض العيدة كمان بصفة شخصية. وبالتالي بس ربما البعض دايما ايه. بيحاول يدور على اي حاجة يتكلم فيها. لكن. يعني محمد صلاح ما كتبش تويته ايب خلاص. بفي مشكلة. لا خلص هذا الموضوع عالي تماما من الصحة. وانا ما حضرتك انه مش وقته نبدأ نتكلمين انه يتضم صلاح ولا تريزيجيه ولا الشناوي ولا ولا. خلينا انه نحتفل ونحتفي بالنجوم الصغار اللي هم كبار كيمة وقامة اللي ان شاء الله يتوابه بالبطولة الافرقية ونديم حقهم. وبعد كده نبدأ نتكلمين السلاسي اللي حق انه ينضم ذا زي مال وشوي جريب بإذن الله في المؤتمر الزحف. اتمنى التوصيل للمنتخب الولمبي وان شاء الله في لايف الجمعة نحتفل سويا بالفوز بالبطولة الافرقية. شكرا جزيلا انا اصد احمد السيد على كل هذه المعلومات. بشكرك شكرا جزيلا. طيب اذا خلينا نختم ونقول ان شاء الله بإذن الله لايف الجمعة يكون احتفالية كبيرة للمنتخب الولمبي والمصر كلها. والفوز بالبطولة الافرقية تحت تلاتة وعشرين سنة. هذا ما نتمنى. وان شاء الله بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يعطينا ما نحلم به. لان ده مهم جدا يا جماعة. ان شاء الله اقرى بعض الرسائل قبل ما اقول لكم سلام عليكم. وكلنا ندعي للمنتخب بتاعنا بالتوفيق. ان شاء الله بإذن الله النهاردة الليلة في تمام السامنة حفل الختام. عيوحي تامر عسني. وعيكون مفاجأة كبيرة جدا. والحضور كما اعلنت شركة تسكرة بإذن الله تعالى. يملأ الاستاذ والملعب عن آخره بإذن الله تعالى. خلينا بس نقرأ بعض الرسائل وما تنسوش. مليون سلامة البيب. وانا اهلاوي صعيدي. سيد احمد عمر. واتمنى شوفك في قناة الاهلي. ولا تنسى عند انتهاء من لايف تقول سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك ربي واتوب اليك. والله يعني ايه. ودي نعمة الختام. رسائل كتير. ولكن اكتفي برسالة واحدة. علشان بس عندي ارتباط مع الضبيب. فدعواتكم ربنا يش في كل مريض. ومليون سلامة البيب وما تنسوش. اذا عجبكم هذا الفيديو نعمله لايك على القناة عن اليوتيوب. واللي مش مشترك يشترك ويفعل زر الدرس. كمان ياريت نعمل مشاركة ومنشر لكل الاصدقاء على الفيسبوك. واختقيكم على خير ان شاء الله بإذن الله لايف جديد لايف بطولة الامم الافريقية مساء الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.